إذن سنثب معك إلى ملف يؤرق كل الشعب السوداني وننتقل إلى الانتباهة ومنها نقرأ طائرات وزوارق وقوات خاصة لإجداء المواطنين المتأثرين بالسيول في المناجل قال مكتب الناتق الرسمي باسم القوات المسلحة إنالجيش قام عبر القوات الجوية وسلاح المهندسين في إطار جهود مساعدة المتأثرين بالسيول الأمطار قام بالدفع بطائرات عمودية وقوارب إنقاذ وأتيام من القوات الخاصة لمعاونة السلطات المحلية في ولاية الجزيرة في عمليات البحث والإنقاذ والإقلاء للمواطنين المتأثرين بسيول الأمطار بمحلية المناجل وبقية المناطق المتأثرة بالولاية سيد جميل مباشرة طنياني لماذا تأخر الجيش في إغاثة المتضررين من سيول والأمطار بالمناجل أنا في تقديري الآن هذا الإعلان عن أن الجيش قد استنفر طاقاته وكافت قواه لإمكانية تخفيف وقع هذه الكارثة الإنسانية الضخمة التي حدثت في منطقة المناجل في ولاية الجزيرة في بعض القرى بعد الآن هناك تهدمت تقريبا أكثر من سبعة آلاف منزل ما بين منزل قد تهدم بالكامل أو تهدم جزي هناك أيضا أكثر من ألف منزل آلة للسقوط أو أنها في طريقها إلى الانهيار أنا في تقديري أن الكارثة حجمها كبير نحن الخطوة هذه تأتي متأخرة جدا وصحيح أن مثل هذه الخطوات يجب أن يكون هناك استعداد لها أصلا مسبقا وظلت أجهزة الدولة عاجزة أو أنها قير قادرة على التفاعل بالسرعة المطلوبة مع هكذا كوارث وحوادث تحصل في بعض مناطق البلاد دائما دائما تأتي هذه السلطات متأخرة البعض يتشكك في أن هذه السلطات أيضا لا تنفعل بالقضايا ذات الصلة بأوضاع الأوضاع الإنسانية للمواطنين بذات الدرجة والفاعلية والحراكة السريع لو أنها سمعت فقط إشارة لوجود مواكب أو تظاهرات تجدها قد حشدت كافة طاقاتها لمواجهة هذا الظرف تصبح الأولويات هي التي تحدد أولويات السلطة القابضة الإنقلابية تحدد ما هي أولوياتها لذلك تبدو أن في سلم الأولويات هذا الانفعال بهكذا كوارث يبدو متأخرا جدا ما حدث في المناقل الآن أستاذ الجميل ألا يستوجب المحاسبة والتحقيق؟ بالتأكيد لو أن أصلا لا يوجد الآن في السودان ملف للمحاسبة على الأخطاء الكبيرة التي ترتكب من قبل السلطات هناك حيلولة دون الأجهزة التي ينبغي أن تقوم بالمسائلة والمحاسبة بتقديم كافة الذين قصروا في أداء واجباتهم كما ينبقي أنا أعتقد أن مسألة الحساب لا توجد ولذلك الكل مطمئن من أمن العقاب يمكن أن يفعل ما يشاء أعتقد أن المسؤولين والإداريين والمسؤولين من الأجهزة المعنية بكافة الأنشطة ذات العلاقة بهكذا ظروف إنسانية هي بعيدة جدا من الإحساس بأن هناك من يسائل أو يحاسب لا يوجد برلمان لا توجد سلطة مسؤولة في هذا الاتجاه لا يوجد من يسأل لكن هناك اتهام مباشر للوزارة المالية أستاذ الجميل كل الذين استطلعتهم وسائل الإعلام بشأن الكارثة أكدوا أن وزارة المالية رفضت دفع أي مبالغ لتطهير الشرع بولاية الجزيرة والمناغل تحديدا ما أسهم في هذه الخصائر الفادحة هل وزارة المالية أصبحت دولة داخل دولة في رأيك وما حدث ألا يضعها في خانة المسؤولة عن هذه الكارثة نعم وزارة المالية واضح أن وزارة مختطفة منذ اتفاقية جبا هي بيد الدكتور جبلير ابراهيم هو يفعل ما يريد لا أحد يستطيع أن يتحدث هو سيّج نفسه وأطفى على وجوده في هذا الكرسي درجة من القداسة باعتبار أنه أتى بموجب اتفاقية سلام ولا ينبغي لأحد أن يمس هذه السلطة التي لديه ويفعل ما يشاء ومارس كثير من الإجراءات القاسية التي دفع ثمنها شرائح الضعيفة في المجتمع السوداني هو بذات القدر أعتقد أنه هو لوحده الذي يخطط هو لوحده الذي يقرر هو لوحده الذي ينفذ لا يوجد حسيب أو رقيب لا توجد جهة تسائل وزارة المالية هذه قضية معقدة خاصة أن هناك كثير من الشبهات أن الإدارات المتنفذة نفسها أصبحت هي جزء من عناصر تنتمي إلى التكوين السياسي لوزير المالية هذه القضية تضع كثير من الشبهات حول كيف تدار وزارة المالية ولماذا هي دائما تمارس مزيد من الضغط ومزيد من القسوة تفعل إجراءات تناقض مصالح الشرائح الواسع من المجتمع السوداني وهي لا تأبه لهذا الأمر كثيرا ولا توجد سلطة أعلى يمكن أن تقول لا لوزارة المالية ويجب أن تفعل هذا أو لا تفعل هذا أنا في تقديري أن هذه الوزارة مختطفة الآن بالكامل وتوظف في سياق قضايا لا علاقة لها بشؤون الناس اليومية والحياتية لا لا